ما هو هدف مجيء يسوع المسيح ثانية؟ أولا أحبائي مجيء المسيح ليعلن عن ذاته ستراه كل عين وينوح عليه جميع قبائل الأرض فإذن لما بيجي يسوع المسيح رح يعلن عن لهوته المبارك والخلاص اللي تأيد أنه اختتم وأنه بكل كلمة يتكلم فيها كانت صحيحة ثم يأتي المسيح ثانية بالحقيقة لأنه رح يكون في لقاء القبور رح تتفتح الأموات رح تكون متقابل يسوع وطبعا الكنيسي المؤمنين رح يخطفوا للقاء يسوع المسيح وهكذا نكون معه في كل حين بكلمات أخرى ليستلم خاصته المؤمنين جسده عروسته اللي مجهز وعن بحضر للعرس العظيم بلقاء عروسته اللي هي الكنيسة شيء ثالث أحبائي سيرجع ثانية ليعطينا النصرة النهائية النهائية على الخطيئة لأنه رح يجي في لحظة في طرف التعين رح يبتلع الموت إلى الأبد كما يقول في رسالة كورونتس الأولى إصحاح خمسة عشر عندما جاء المسيح سيبتلع الموت إلى الأبد والكنيسة تقول أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هوية لأن المسيح أنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل سيرجع ثانية أحبائي ليكافئ المؤمنين في مجيء المسيح ثانية طبعا هو ما بينسى تعب المحبة لابد أن يكافئ أولاده وبناته على أمنتهم على محبتهم على طاعتهم على تضحياتهم على خدماتهم وعلى حتى احتمالهم الاضطهاد أو المشقات واللي ماتوا من أجل يسوع المسيح سيأتي ليكافئ المؤمنين ثم أحبائي مكتوب أنه في مجيء الرب سيرجع ليدين الوحش أو المسيح الكذاب والنبي الكذاب اللي كانوا يضلوا الناس ويعني سببوا مقاسي كبيرة للمجتمعات لأنه يعتبر ضد المسيح فلابد أن يأتي المسيح بنفخة ويبيد الوحش ويبيد النبي الكذاب أيضا مجيء المسيح ثانية رح يربط ويقيد الشيطان يعني الشيطان رغم أنه تهزم على الصليب ولكن إلو زمن يسير عم بضل عم بيمكر عم بيخدع عم بيقود الناس للضلال للهلاك للظلم للفساد للخطيئ سيأتي المسيح ليقيد الشيطان ثم مجيء المسيح ثانية سيرجع ليدين الشعوب وطبعا فيه دينوني للشعوب فيه دينوني للأمم أيضا مجيء المسيح ثانية ليعلن الخليقة الجديدة الخليقة التي تبعت الرب يسوع المسيح ثم سيأتي ثانية ليثبت مملكته وسيادته بالكامل هو رب هو ملك ولكن في مجيء ثانية رح يثبت هذا الموضوع ورح يثبت مملكته وسيادته السموية وإحنا طبعا كمؤمنين لا يسعنا إلا أن نقول آمين تعال أيها الرب يسوع فإذا طالما أن الرب يسوع راح يأتي ثانية فإحنا لازم نكون مستعدين